موسيقى تحية طيبة سادتي الكرم أينما كنتم إقرار الموازنة العامة للدولة قاب قوسيني أو أدنى سادتي الكرم هذه القضايا قضايا الموازنة العامة أشغل الشاغل للشعب العراقي وللحكومة وللبيت التشريعي سنناقش هذه القضية مع البرلمانية السابقة ورئيسة حزب الإرادة التركمانية السجال النفطشي أهلا وسهلا بك سجالة أهلا وسهلا وسينضم إلينا عبر الهاتف من كاركوغ السيد واثق الجبوري مدير دائرة الحماية الاجتماعية في كاركوغ سادتي الكرم قبل أن نبدأ الحوار مع ضيوفنا الكرام لنشاهد التقرير لم يمنع إعلان رئيس اللجنة المالية النيابية إنهاء اللجنة أعمالها لصياغة الموازنة من لقاء أعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية للاستماع إلى ملاحظات اللجنة حول الأموال المخصصة للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والدرجات الوظيفية الخاصة بها وتوقع رئيس اللجنة المالية في بيان له عرض مسودة قانون الموازنة للتصويت نهاية الأسبوع الحالي الأموال كانت مخصصة أكثر من 2 تريليون كان من المزمع حقيقة شمول أكثر من 600 ألف عائلة لشبكة الحماية الاجتماعية وأكثر من 60 ألف لراتب المعين المتفرغ يوم الخميس وردت أن هذه الأموال تم تخفيضها كذلك هناك ألف درجة وظيفية وهي بالصفة عقد لباحث الاجتماعي عملية أنه هناك كان مخترح اللجنة المالية ليس إلغاها ولكن عملية جذبها من بعض الوزارات وتأمل اللجنة المالية النيابية حسم ملف الأقليم خلال اليومين المقبلين مؤكدة معالجتها هذا الملف بشكل فني ومهني بعيدا عن الجانب السياسي ليرضي جميع الأطراف إلا أن بعض نواب المحافظات الجنوبية والغربية ما زالوا يصفون توزيع المشاريع والتخصيصات المالية على محافظاتهم بغير العادل لا يوجد عدالة في توزيع لكن هناك خصصة لجميع المحافظات مبالغ سنركز أيضا في حديثنا معهم على أن تكون هناك عدالة في توزيع المشاريع أيضا عندنا المحافظات تحتاج إلى التعويضات يعني أنت تعرف أن المحافظاتنا تعرضت إلى الإرهاب إلى الاحتلال الداعشي هذا أدى إلى أن يكون عدنا عدد كبير جدا من الدور المهدمة من الشهداء من الجرحة يحتاجون إلى رواتب وتشير مصادر نيابية إلى عزم النواب الكرد الانسحاب من جلسة التصويت على الموازنة في حال عدم التوصل إلى صيغة توافقية مع باقي الكتل النيابية أهلا بكم مجددا ساداتي ألا كارم وأهلا وسهلا بك سجالة سجالة تابعنا في التقرير للتجادبات السياسية حول ميزانية وموازنة حكومة تقليم كردستان وأيضا الموازنة أو الميزانية المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية أنت كنت في الدورة الثانية أعتقد النيابية هل كنتم أيضا تعانوا من هذه المشاكل والتجادبات السياسية في إقرار الموازنة العامة للدولة مثلا كما نعلم أعتقد العام الماضي أيضا كانت هناك مشحنات وتجادبات سياسية كيف تقرأين الوضع المالي والاقتصادي وهذه التجادبات السياسية التي تشهدها العملية السياسية والبيت التشريعي والتجادبات بين اللجنة البرلمانية والحكومة وأيضا الوفد الكردستاني في بغداد كيف ترين الوضع بسم الله الرحمن الرحيم بداية أرحب بكم وبكادركم وبجمهور الكريم لو تسمح لي يعني أعطيك فد نبذة مختصرة عن الموازنة بشكل عام طالما هي بالأرقام يعني إذا تسمح لي يعني أرجع لك الخبرة وعملت فترة طويلة في الرقاب المالي نعم بالنسبة لموازنة 2021 قيمة الموازنة المقترحة لهذا العام 120 تريليون و160 مليون دينار إراقي موازنة ضخمة يعني نعم الموازنة السنوية أي ما يعادل 100 مليار و4 ملايين دولار بعجز 58.8 مليار دولار نعم تم تمويل 40 مليار و7 المتبقي حاليا 18.4 مليار دولار بالنسبة لموازنة 2020 السنة الماضية تعلمون جيدا أن الحكومة السابقة في العام الماضي كانت حكومة تصريف أعمال في حكومة عبد المهدي نعم حكومة تصريف أعمال الموازنة إقرارها تأخرت كثيرا للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 كانت الموازنة مقدرة في حينها 162 تريليون دينار ومعدل الأجز كان 48 تريليون دينار ومع انخفاض أسعار النفط وجاءة كورونا نعم في حينها كانت مجموعة الإرادات 114 تريليون بسبب انخفاض أسعار النفط نعم في هذه السنة لا تزال هناك حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق منذ كما صرح بها وزير المالية العراق 160 تريليون ما يعادل من 80 إلى 90 بالمئة من الناتج الوطني هذه الديون مترتبة على العراق تشمل ديون الكويت والسعودية عن تعويضات حرب عام 1991 بالنسبة لدورتنا الدورة الثانية كانت فعلا الدورة الذهبية نسبة إلى الدورات 2014 و2018 كانت فعلا صح في كل الأحوال في كل الدورات هناك التجاذبات السياسية ولكنها تكون نسبية بين دورة وأخرى فكانت دورتنا دورة مثالية بالنسبة للدورات التالية كانت هناك اتفاقات وتفاهمات أفضل بكثير مما هو عليه الآن يعني التوافقات السياسية كانت أيضا موجودة نعم موجودة كانت أفضل من الدورة 2014 و2018 ولا يزال التجاذبات تشدد يوما بعد يوم وشهر بعد شهر التجاذبات تشتد بسبب هناك أسباب مستعصية جدا من الصعب الحلول إيجاد الحلول لها نعم الدستوري العراقي يمنع تدخل اللجنة البرلمانية والبيت التشريعي في تعديل أو إضافة فقرات أو حذف فقرات من الموازنة للعمل الدولة الآتية من الحكومة كيف أنه اللجنة المالية غيرت تقريبا 42 مادة أعتقل بالموازنة؟ ليست من صلاحية البرلمان إضافة فقرات جديدة حتى المناقلة متن؟ المناقلة والإضافات تتم من مجلس الوزارة من الحكومة التنفيذية أما التعديلات بالفقرات تتم إبرى البرلمان بعد إعادتها إلى الحكومة مرة أخرى وثم إرجاعها إلى البرلمان والتصويت عليها سجالة الحكومة صادقت وأقرت الموازنة وأرسلتها إلى البيت التشريعي أما البيت التشريعي من خلال اللجنة المالية غيرت وحذفت أعتقد وخفضت الميزانية لرئاسات الثلاث والديون والنفقات وكذا من هالقبيل يعني هنا القصد يعني كيف أن الحكومة تصادق والبرلمان يرفض الحكومة لا تصادق قبل إقرار البرلمان هناك طبعا البرلمان من حقها يعني صارقت على المسودة ست جالة على مسودة الموازنة يعني طبعا مسودة الموازنة ترسل إلى البرلمان وتحصل نقاشات مستفيدة على الفقرات طبعا البرلمان عندما يجد أن هناك مبالغة كبيرة في بعض الفقرات وهناك الشارع العراقي حيث التظاهرات والاحتجاجات مستمرة حول ما يعانيه الوضع الاقتصادي العراقي وله تداعيات على الوضع الاجتماعي فطبعا من حق البرلمان في هذه الحالة أن يقوم بتعديل بعض الفقرات بما يناسب الوضع السياسي والاجتماعي للبلد نعم ستجالة حاليا الوفد الكردي ووفد حكومة تقنيم كردستان تجري مفاوضات مارسوانية في بغداد يعني مفاوضات بين الحكومة الاتحادية ومفاوضات بين اللجنة المالية واللجنة المالية أيضا التقت بالحكومة يعني هذه المفاوضات وهذه المسارات إلى أين تصل؟ أوصلت للمباحثات أين تصل؟ لا يزال الوضع عقيم حلولها مثل ما ذكرت مستعصية لأنه ما تم اتخاذ الإجراءات من قبل الحكومة الأقليم لم تقم حكومة الأقليم بأخذ رأي أو موافقة بعض الإجراءات المالية التي حصلت قبل سنوات من قبل حكومة الأقليم فلهذا تراكمت العجز المالي هناك والمشاكل المادية مشاكل يعني السياسة النقدية الخارجية مع أقليم الكردستان فالآن يعني دخل إلى نفق مظلم من الصعب إيجاد الحلول لها من قبل الحكومة المركزية وصوصا الحكومة المركزية هي تعاني من أجز اقتصادي أجز مالي ولكن أعتقد الحكومة الاتحادية توصلت إلى اتفاقات مع حكومة الأقليم مع وفد الأقليم يعني إلى حلول مرضية للطرفين وأيضا مرضية للطرف الكردي أيضا هذا ما نسمعه هناك حلول مرضية ولكن عندما يأتي إلى التنفيذ لا يوجد أي شيء من هذا القبيل بالتنفيذ لكي يتم حلول هذه الإجراءات المستعصية نعم بعض النواب من الكتل السياسية تطالب الحكومة بما يقارب أن الحكومة الأقليم يجب عليها تدفع 120 مليار دولار إلى بغداد من هذه الديون المتراكمة على الأقليم أعتقد مقابل النفط المباع قصدك يعني مقابل النفط المباعز حاليا 250 منافذ جميع الواردات قصدك وليس النفط فقط نعم 250 ألف برميل يمكن الحكومة الأقليم حاليا يعني تنطي بموجب الاتفاقات ولكن هل تسد الحاجة وتسد الديون المترتبة على الأقليم مثلا والعجز المالي للدولة الاتحادية كيف هناك ديون خارجية مترتبة على الأقليم لا تستطيع حاليا حكومة الأقليم من أين جاءت هذه الديون ستجالة؟ يعني الأقليم يعني يأخذ مستحقاتها من الاتحادية يعني من الحكومة الاتحادية من الموازنة الاتحادية تأخذ مستحقاتها من الحكومة الاتحادية وبنفس الوقت هناك شركات عاملة في أقليم كردستان مقابل يعني هذه الشركات جاءت إلى الأقليم بموافقة الحكومة أو بعلم الحكومة الاتحادية بعدم علم الحكومة الاتحادية طبعا أو تصدير النفط مثلا أو تصدير النفط مثلا من آبارة نفطية في الأقليم بالتأكيد تقوم حكومة الأقليم بإنتاج وتصدير النفط من قبلها دون علم يعني خلال السنوات الماضية دون علم الحكومة الاتحادية الآن بعدما تراكمت الديون عليها تطلب العون من الحكومة الاتحادية ليقوموا بتسديد هذه الديون يعني الحكومة الاتحادية والبرلمان هل يوافقون على تسديد ديون الأقليم مثلا اللي أصلا يعني على ذمة الأقليم لا يزال هناك نقاشات ومفروضات بين الطرفين وضع البلاد الاقتصادي والمالي في نوعا ما مترد هناك ضغوط من الشارع العراقي أيضا وهناك ضغوط من المحافظات المنتجة للنفط أيضا على الحكومة الاتحادية لأنه سيكون يعني إذا ما قامت الحكومة الاتحادية بتسديد ديون الأقليم فهذا يعني سيكون من مصدر قوت الشعب العراقي والمحافظات الأخرى لهذا هناك ضغط على الحكومة المركزية من قبل المحافظات ومن قبل الشارع العراقي نعم سجالة باعتبار لديك خبرة عملت لفترة طويلة في الرقابة المالية يعني الآن ارتفاع أسعار النفط إلى خمسينات أو ستينات من الدولار نعم هل يؤثر ارتفاع سعر النفط على الموازنة وكيف تم تخمين الموازنة وفق أي رقم مثلا أربعين دولار أو خمسة أربعين دولار أو خمسين دولار تم تحديدها في الموازنة 42 دولار والآن صعدت الحمد لله في صعود مستمر إلى 62 وفاصل حتما هذه الواردات الفرق في السعر سيكون إذن الفرق أين يذب الفرق سجالة؟ نعم الفرق أين يذب الفرق؟ يعني الفرق مثلا إذا أربعين على خمسة أربعين دولار وهذا حاليا النفط على 65 دولار الفرق الفائض بالسعر المرتفع وين؟ ليس للشعب ولا السياسيين عموما إطلاع على هذا الفرق أين تذهب هذه الفروقات؟ ولماذا الحكومة عاجزة عن تسديد بعض الديون؟ ولماذا شهريا هناك تهديد للموظفين؟ وللشعب العراقي باستقطاع رواتب؟ يعني هنا سؤال سجالة يعني اللجنة المالية ألغت الاستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين يعني هذا اللغاء من الاستقطاعات للرواتب الموظفين والمتقاعدين أيضا هل يؤثر أنه راتب الموظف يبقى كما هو برغم التحويم العملة يفترض يجب ورفع صرف دولار الأمريكي مثلا يفترض يجب أن يبقى الراتب كما هو سواء المتقاعدين لأنه تم صرف هذه الرواتب بموجب قانون فليس من حق الحكومة بهذه السهولة أن يقوموا باستقطاع الرواتب نعم شو يعني استقطاع الرواتب؟ يعني الرواتب تم تقصيصها بموجب قانون فكيف تستطيع الحكومة بدون تعديل القانون تقوم باستقطاع الرواتب؟ ولكن الحكومة تقول بأن الوضع المالي للبلاد وضع حرج هناك حلول أخرى هناك سوء إدارة مالية في البلد هناك فساد هذا شيء واضح فحلول أخرى كثيرة هناك موارد أخرى كثيرة للدولة مستطاعتها الاستفادة منها دون اللجوء إلى استقطاع الرواتب سجالة بالنسبة للفساد الفساد كان مستشري حتى من أهد النظام البائد وصلهن إلى 2003 ولحد يومنا هذا هناك مبادرة من الحكومة بالقضاء على الفساد وطرح الورقة البيضاء والإصلاح الاقتصادي والمالي يعني أنت بصفتك كنت برلمانية سابقة في دورتكم لماذا لم تحاربوا الفساد؟ وهل كشفتم ملفات فساد في وزارات معينة محددة؟ لربما كنا لا نحتاج لهذا اليوم إلى أن العجز المالي يصل إلى مليارات دورات موجودة لجنة النزاهة في البرلمان يقومون بالاطلاع على بعض عمليات الفساد الموجودة في عموم الدوائر والوزارات لكن للأسف لم نجد لحد يومنا هذا القيام بأي عمل قضائي أو قانوني تجاه الفاسدين ومن يتلعبون بوقوت الشعب نعم السجالة يعني قانون قانون التقاعد يعني هو قانون موجود في كل الدول وفي العراق أيضا ولكن أعتقد حسب المعلومات أنه في عهد حكومة عبد المهدي تم تصرف في صندوق التقاعد هل هذا كان جائزا بإمكان الحكومة تصرف في صندوق؟ مثل ما ذكرت قبل قليل خلاف القانون يعني الرواتب التقاعدية تم تقصيصها بموجب قانون أما التلاعب في هذا المجال يعتبر خلاف القانون لذلك المدير العام السابق لهيئة التقاعد تم حاسبته قانونيا واتخذت الإجراءات القانونية بحقه تخفيض إجمال العجز من 47% إلى 19% إلى 76 تريليون وتخفيض الإقراض 51 تريليون يعني الاقتراض يعني فيه أعتقد يعني في السنة الماضية في نهاية العام الماضي يعني حكومة اقترضت مارتين يمكن أعتقد بموافقة البرلمان بل نعم ولكن في هذه السنة البرلمان يعني يتعامل بحذر شديد في موضوع الاقتراض تعلمون يعني قضية الاقتراض هناك تترتب عليها فوائد كثيرة إذا اقتراض محلي مثلا أيضا تترتب فوائد كثيرة أو لا 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 الاقتراض المحلي لا يعني فوائد أيضا ترجعت الدور للدولة نعم بالنسبة للإقتراض الخارجي يعني بالتأكيد ونالك فوائد تترتب عليها كل ما يتأخر كل ما تزيد الفوائد تترتب ست جالة بالنسبة لزيادة مبالغ تنمية الأقاليم المحافظات كاركوغ أيضا من ضمن تنمية الأقاليم من 2 تريليون إلى 4 تريليون وزيادة مبلغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من 500 مليار إلى التريليون واعتبارها سقف مالي مضمون لحالة المشاريع الخدمية يعني كاركوغ بكل الأحوال هي مدينة منتجة للنفط وإيضا من ضمن المحافظات لازم عليها تنمية الأقاليم يعني كيف تنظرين إلى وضع كاركوغ الحالي المبالغ ستصرف من تنمية الأقاليم وإيضا من بيترودولار يعني من هذه المبالغ كانت تصرف سابقا من عهود المحافظين في عهد عبد الرحمن المصطفى أيضا في عهد نجم الدين وفي عهد الحالي في حاليا استاذ راكان نائب المحافظة في زمن الأستاذ عبد الرحمن المصطفى رغم الميزانية كانت قليلة 300 مليون لهذه المحافظة ولكن الوضع كان أفضل بكثير مما هو عليه الآن يعني كنت مطلعة على المشاريع والخطة 500 مليار ليست قليلة ولكن ترون حال المحافظة القمامات في كل شوارع كاركوغ بعد أن كانت أنظف محافظة في العراق للأسف نجدها الآن منتلعة بالقمامات في جميع الشوارع والمناطق مع العلم يعني تكليف تنظيف المدينة لا تكلف أكثر من 15 إلى 20 مليار فأستغرب أعتقد هناك جباية أيضا من المواطنين نعم من 500 مليار ما قدروا يصرفون 15 إلى 20 مليار لتنظيف المدينة رغم وجود هذه الأمراض الوباء جائحة كورونا يعني نستغرب المواطنين في جميع المناطق يستكون من القذارة والأوصاخ والقمامات الموجودة يعني اللجنة المالية تطالب بدعم إدارات المحافظات ودعم اللاء المركزية يعني في إدارة شؤون المحافظات يعني إبعاد الوزارات عن إدارة المحافظات أعتقد قبل سنوات تم إحالة ملف 8 وزارات الخدمية أعتقد إلى المحافظات يعني عندما كانت مجالس المحافظات موجودة قبل حلها من قبل مجلس النواب أنا مع عودة المجالس المحافظات يعني فعلا عندما كانت مجالس المحافظات موجودة أنا أتكلم عن كاركوك مجلس محافظة كاركوك عندما كانت موجودة كانت هناك رقابة فعلية على أعمال التنفيذية من قبل المحافظة ولكن سادة أعضاء مجلس المحافظة كانوا يشكون بأن المحافظة كان مهمشهم ويعني ما يسمعهم ولا يلتق بهم ولا يستشيحهم للأسف الشديد أنا مع عودة مجلس المحافظة لماذا أنتم التركمان تطالبون بإعادة مجلس المحافظات أنتم التركمان من دون باقي الكتلة السياسية من الضروري إعادة مجلس المحافظة لتكون جهة رقابة لأنه للأسف الشديد النواب البرلمان عددهم 12 لم يقوموا بشكل كافي لإجراء العمليات الرقابية على الحكومة المحلية سجالة إذا أنت تتهمين السادة النواب أنهم لا يقوموا بواجبهم في متارعة شؤون إدارة محافظة كاركوك يعني السادة النواب يقولون بأننا نتابع ونلتقي بالمحافظ ونلتقي بالمواطنين إجراءات أين فعلا يلتقون دائما الله أعلم على ماذا يتكلمون ما طرحت عليهم هذه الشكاوة وهذه المعانات من الشارع الكاركوكلي لو كانت هناك فعلا توصيل الشكاوة ومعانات الشارع الكاركوكي للمحافظ والضغط على المحافظ لكان الحال الآن أفضل بكثير نعم سجالة باعتبار كانت رئاسة مجلس من حصة المكون التركماني ولكن بعد الانتخابات التي جرت قبل سنوات وفوز السيد حسن تورم بمقعد نيابي هناك أصبح المنصب شاغرا ولكن ذهب المنصب من إيدكم يعني راح طلع المنصب من إيدكم وانتوا ما حصلتوا المنصب بعد للأسف هذا خطأ تاريخي وكيف تبتغون إعادة الحياة إلى مجالس المحافظة هذا خطأ فادح تاريخي حصل تضرر جميع تضرروا وليس في خطر تركماني عندما استلم نائب رئيس المجلس زمام الأمور حصل ما حصل يعني الجميع تضرروا وليس فقط تركماني نعم سيد جالة يعني هناك أيضا من قبل اللجنة المالية دعم لهيئة الحشد الشعبي وكما تعلمين هنا يعني المكون التركماني أيضا العشائر التركماني الشباب التركماني أيضا هم ضمن صفوف الحشد الشعبي يعني شباب التركماني الغيار كل أبناء الحشد التركماني أعتقدون لك فاصل سنواصل سجالة في هذه القضية سادتي ألا كارم فاصل ونواصل حياكم الله مجددا سادتي ألا كارم ومعي أبرالهاتف الأستاذ واثق الجبوري مدير دائرة الحماية الاجتماعية في كاركوغ أهلا وسهلا بكم أستاذ واثق يعني أستاذ نتشرف بكم يعني أستاذ نشكر قناتكم والعراقين في الأسماعين مع الرئيس الأستاذ حياك ألا أستاذ واثق أستاذ واثق بالنسبة للتقرير كما استمعتم في التقرير هناك اللجنة المالية خصصت مبالغ مالية لشبكة الرعاية الاجتماعية كم يبلغ عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في محافظة كاركوغ بالنسبة للمستفيدين في محافظة كاركوغ عندنا بالنسبة للشبوة القديمة 42.600 مستفيد نساء ورجال بينما عندنا تقريبا المتقدمين للشبوة الخاصة يسمونها الشبوة الورقية تقريبا على طريق المجلس النواب ما يقارب كذلك 37 إلى 38 ألف مستفيد يعني أصبح المجموعة كله 78 ألف وكسور إشجاد يعني أستاذ واثق إذا كان يعني تعيدنا الرقم المستفيدين المجموع الكلي بالنسبة للمستفيدين في محافظة كاركوغ نعم النساء والرجال في محافظة كاركوغ 42.600 نعم مستفيدين التلمون رواتب يعاني اجتماعية في محافظة كاركوغ نعم نعم بالـ 2016 بعد وراها مفتح عن طريق مجلس النواب يعني النائب يجيب كذا يعني أسم ونحن نقوم بالواجب عن طريق البحث الاجتماعي ونصل للعوائل كل المناطق التام على المحافظ كاركوغ يعني أكو أنه القوائم تصلكم من خلال السادة أعضاء مجلس النواب مثلا نعم نعم تصنم موافغات وصولي حسب هامشة سيد معال وزير عمله شؤون اجتماعية ويقوم البحث الاجتماعي في ذي أرساء العوائل وأيضا من المنظمات أستاذ واثق يعني منظمات المجتمع المدني لا مو منظمات عن طريق مجلس النواب البرلمان يقدمون قوائم واتصل السيد معال وزير حسب الضوط والتعليمات نحن نقوم بالاتصال للمستفيدين ونوصل للعوائل لها المستحقة وقال المستحقة حسب الأضوط والتعليمات نعم بالنسبة لزيادة المبالغ أستاذ واثق يعني شبكة الحماية خصصا لها في عشرين وعشرين بمقدار تريليون ونصف دينار لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة القيمة نفسها يعني ماذا تقصد الوزارة بزيادة القيمة نفسها يعني هناك تريليون زيادة يعني أتكم بمقدار تريليون ونصف دينار بالنسبة للوزارة العامل والشؤون الاجتماعية كما يعني سيد معالوزير عامل والشؤون الاجتماعية قانون 11 لسنة 2014 يعني الحد الآن ما تطبق يعني رح تطبق عن الموازنة نبتظر الموازنة المالية حتى يعني النفر كل نفر يصبح كل نفر مية وخمسة أربع نفرات لحد الأعلى أربعمية وعشرين طف شهريا انقررت الموازنة وافضوا عليه مجلس النوار حتى بخانون 11 بسنة 2014 أستاذ واثق بالنسبة للمستفيد يعني كم يتقاضى من المبلغ يعني شهريا عاليا مية وخمسة وسبعين ألف دينار شهريا مية و مية وخمسة وسبعين ألف دينار شهريا نعم لكل مستفيد هو والزوج والزوجة وعدد الأصوال لكل فرد مية وخمسة وسبعين ألف أستاذ واثق مية وخمسة وسبعين ألف هذا السعر يستلم المستفيد حسب الضوضة التعليمات وعلى طريقة الكيكاك على المصارف نعم أستاذ واثق سؤال أخير كم يبلغ عدد الباحثين الاجتماعيين لدى دائرتكم يعني إم تعدكم باحثين اجتماعيين يوصلون ويجولون على منازل المستفيدين يعني هل عدكم العدد الكافي وهل بإمكان الباحث الاجتماعي أن يصل إلى القرى والأرياف النائية مثلا في عموم أرجاء المحافظة نعم كما تعرف عن المحافظة كرغو المحافظة كرغو بها 14 وحدة إدارية يعني عندك قرى 600 قرية تقريبان حويجة وعندك الرشاد وعندك التازة وعندك داقوق وعندك الدبس وعندك الليلان وعندك كوبري بها قرى هواية الباحث الاجتماعي لازم يوصل لهذه العائلة يأخذ صور ويأخذ المستفتكات ويأخذ البصوة مالكة لازم الباحث الاجتماعي يوصل للبيت وعدد الباحثين غير كافي يعني 45 باحث عن محافظة كرغو تدري أن ندوز للشرقات يعني آخر قرية بنحاوجه ومنها آخر نقطة بالبدبس ومنها يعني الكوبري تدري العدد غير كافي وجاي نعاني قلة الكافر كل شيء نعم استاذ واثق بالنسبة لكشفتم لمزوجي الرواتب مثلا هو عنده راتب من الدولة ويتقاضى من شبكة الاجتماعية أيضا يعني راتب شهري من الشبكة نعم عندنا هواية يعني استردين المبالغ من عندهم يعني عندنا الحشد الشعبي المقدس تقريبا ما يقارب ألفين وفسر عندنا التربية عندنا وزارة الدفاع عندنا مقاطعات يعني حتى حتى رح خاطبنا للقليل بهذا الخصوص حتى يستردون المبالغ يعني العدد العدد اللي كشفتوهم اللي يتقاضون رواتب مزوجة يعني من الراتب الرسمي وأيضا راتب من شبكة الحماية الاجتماعية كم اشقد العدد كشفتو نعم عنده راتبين وعنده كان عنده ثلاث رواتب يعني تقاعد ومحشد ورعاية الاجتماعية وقاعد جهة يعني كسبنا المظالغ ما شاء الله استردنا الأموال الدولة أشكرك جزيلا شكر أستاذ واثق مدير دائرة الحماية الاجتماعية في كاركوك شكرا لانضمامك أن نعرى الهاتف شكرا ربي تحياتي تحياتي الباحث الحقيق واثق ياسمي محمد مدير تسمى حماية الاجتماعية معاقش حياك مالله سجالة يعني أوضح السيد واثق الجبوري عن دور دعاية الاجتماعية وهناك كشف لأسماء من زوجي الرواتب اللي عند راتب مثلا دي تقارى راتب من شبكة الحماية الاجتماعية وأيضا هناك قوائم من قبل السادة النواب اللي يقدمون قوائم بعدد المحتاجة العوائل المحتاجة للشبكة الحماية الاجتماعية أنتم أيضا لديكم منظمات هل تدعمون هذه الجهات هذه العوائل المتعففة المحتاجة مثلا طبعا نحن من خلال منظماتنا يراجعون العديد من العوائل المتعففة من أرامل من أيتام من معوقين من مرضى محتاجين يعني بالرغم بل يتقاضون من شبكة الحماية ست جامعة أغلبهم ليست لديهم يعني من حمل الرعاية الاجتماعية طبعا نقدم نحن أسماء للأسف الشديد يعني لحد الآن يعني منذ سنوات يعني مباشرة أنتم تتواصلون ويا دائرة الشبكة الحماية الاجتماعية أم عن طريق السادة النواب مثلا بعضهم عن طريق السادة النواب بعضهم عن طريق العلاقات مع الدائرة للأسف الشديد يعني لحد الآن يعني ما ما شفنا أكو تجاوب يعني أكو مثلا ما نسمع أنه الباحثة الاجتماعية كلفوها تروح تزور العائلة حتى يشوفوها فعلا تستحق من حمالها يعني يعني أنت أنت تزورين العوائل المتعاففة تتلاحظين تتشوفين أنهما عوائل فعلا محتاجة نحن نزور هما يجونا نحن يعني مضطرين نحن أنا من خلال منظمتي من خلال يعني تمويل ذاتي أنا مخصصت لهم بعضهم رواتب يعني فعلهم حالهم يعني دولة أيضا تخصص السجالة الدولة أيضا تخصص من خلال دائرة الشبكة الاجتماعية يعني ربما يتقاضون إذا تشوف حالهم يعني تتعجب ذول الشون عايشين يعني مسترين يعني أي شخص يشوفهم بهاي الحال إلا يضطر يساعدهم إتناشدين الشبكة الاجتماعية الشبكة الرعاية الاجتماعية بأنه تتراعي وتبحث عن هذه العوائل مثلا طبعا هم عيد هم باحثين اجتماعيين إحنا منذ ننطي أسماء سواء مباشر أو عن طريق نوابنا يفترضي يعني يأخذون إجراء يعني يعجلون يروحون يزورون هذه العوائل يشوفون فعلا هم يستحقون لا إحنا متأكدين يعني يستحقون وإلا يعني ماكو إنسان كل إنسان عنده كرامة على لا شيء ما يجي يتوسل يطلب مساعدة حتما إذا محتاج نعم سجال لكن في محور دعم هيئة الحشد الشعبي والشعب التركماني أيضا جزء من الشعب العراقي وشباب التركماني أيضا جزء من أبناء القوات الحشد الشعبي وأبناء القوات المسلحة ونالك دعم وميزانية مخصصة للحشد الشعبي نعم كما نعلم ويعلم الجميع كاركو يعني الحمد لله وضاعها مستقرة خاصة بعد 2017 بعد 16 وكتوبر هناك انتشار للقوات الاتحادية في المحافظة وإيضا انتشار لبعض مناطق خارج مدينة كاركو لأبناء الحشد الشعبي من أبناء المكون التركماني وأيضا باقي المكونات الحشد العشائري نعم الآن في هذه الموازنة التي لم تقر لحد الآن تم تقصيص مبالغ لا بأس لقوات الحشد الشعبي طبعا يعني نحن يعني ممتنين لما يقومون بها من تضحيات وفداء من أجل الشعب ومن أجل الحفاظ على تربة هذا البلد فهناك الكثير العديد من شبابنا العاطلين هم أيضا يعني مندفعين من أجل الحفاظ والمشاركة مع أخوانهم في الحشد الحفاظ على شعبهم وعلى بلدهم يعني تقصيين الشباب يعني يرهمون الانطمام إلى قوات الحشد الشعب نعم نعم هناك الكثير يتوسلون لتسجيل أسماءهم في الحشد سواء كانوا مقابل رواتب أو بشكل طوعي للدفاع عن بلدهم يعني بداية كانوا بدون رواتب يعني تنفيذا لفتوى لجهاد الكفائي بالتأكيد بالتأكيد كانت من البداية ولا إزال سجالة نحن نعيش في يعني الموجة الثانية من جائحة الكورونا كما تعلمين العالم يعني بأسره يعيش جائحة كورونا يعني موجة جديدة ثانية تشتاح البلاد حسب تصريحات وزير الصحة هناك دعم لوزارة الصحة وإضافة مبلغ 339 مليار دينار على مبالغ شراء الأدوية مع دخول البلاد للموجة الثانية في جائحة كورونا وإيضا تخصيص مبالغ لبناء وإكمال المستشفيات المتوقفة ومنها في كاركوغ لدينا مستشفى أعتقد في مدخل مدينة كاركوغ من قبل الشركات التركية التي كانت على أمل تنجز هذه المستشفى أو هذه البناية ولكن لحد الآن ماكو أثر إنجاز لهذه البناية بقت هيكل فقط مستشفى التركي أعتقد أربعمائة سرير نعم مستشفى كانوا يعملون شركتين تركية وصلت إلى مراحل متقدمة ولكن في 2014 عندما ظهر داعش تركوا العمل ورجعوا إلى بلادهم الشركتين شركة LG وشركة هيرتز لأربعمائة سرير الآن مرة أخرى بدأوا بعدما الوضع الأمني الحمد لله في كاركوغ مستقر بدأوا من جديد لاستأنفوا أعمالهم لتكملة البناء وتهيئة المستشفى نعم السجالة من خلال متابعتك للأوضاع الصحية في كاركوغ يعني خاصة مع دخول كورونا العام الماضي وأجواء كورونا يعني مستشفيات كاركوغ كانت لا تستوعب العداد المراجعين من كورونا وأيضا الأدوية والعلاجات يعني حاليا هل المستشفيات كاركوغ تستوعب الموجة الثانية من المصابين بكورونا أما هناك حاجة إلى الوقاية ضرورة الوقاية وتوجيه المواطنين على ضرورة الوقاية الشخصية مثلا لله الحمد كاركوغ نسبة إلى محافظات أخرى والعراق بشكل عام نسبة إلى بلدان أخرى الإصابات قليلة الحمد ولو في هذه الأيام الأخيرة أصبحت هناك زيادة ملحوظة في عدد الإصابات والوفيات ولكن كاركوغ وبفضل الإدارة الصحية الحالية المديرة العام الحمد لله الفرق قبل يعني فترة كان الوضع مأساوي في المستشفيات والإصابات الآن أفضل بكثير الحمد لله وطبعا الوقاية كما يقال خير من العلاج فالمواطنين في كاركوغ هم مثقفين أفضل ومتحضرين يعلمون كيف يحافظون ويقين أنفسهم يعني كاركوغ بحاجة إلى بناء مستشفيات مثلا في الأقضية والنواحي وأيضا في مركز المدينة كان مستشفى الجمهوري مستشفى كاركوغ الآن مخصص لجائحة كورونا لجائحة كورونا لعلاج المرضى كورونا يعني حاليا تم يعني إعادة الحياة الطبيعية والإجراء العمليات في مستشفى كاركوغ ومع الموجة الثانية كيف يتم استعاب الأعداد المصابين حتما هناك الأخذ بالإحتياطات الضرورية لا سمح الله لو كثرت الإصابات سنقوم نرجع إلى كما كان في إجراء العمليات الجراحية في مستشفى آزادي ويخصص فقط المستشفى الجمهورية مستشفى كاركوغ لجائحة كورونا طبعا أنت تتواصلين مع مدير عام صحة كاركوغ الدكتور نبيل بوشناخ يعني لديك معلومات عن إجراءات تاربت الصحة نعم تواصل طبعا الدكتور نبيل أيضا يعني ليلة نهارا أي وقت أي مواطني خابر رأسا يجاوب ويقدم لهم المساعدة دائما في تواصل ما يقصر نعم بالنسبة للجانب التربوي يعني هناك عديد من المدارس يعني تهدمت أو تم إعادة بنائها مثلا تفليشها وتهدمها مثلا أعتقد في عهد سيد وزير التربية الأسبق سيد محمد تميم في كاركوغ في مركز المدينة وفي الأقضية والنواحي نعم لا تزال أغلب الأبنية لم يعني يتم ترميمها أو بنائها أو إنشاءها من جديد يعني خاصة في بعض مناطق المدينة للأسف للأسف يعني كانت هناك مدارس تاريخية معروفة في كاركوغ بعضها تم هدمها هدمها ومنذ سنوات ولم تبادر الحكومة المحلية أو وزارة التربية بعادة بناء هذه المدارس من جديد أو تأهيلها أو ترميمها عندنا مثلا مدرسة محمد صادق عندنا متوسط رافدين عندنا محمد أزد خطات هذه المدارس الآن تم إعادة جلال رضا أفندي أيضا أعتقد تم إعادة مدرسة محمد أزد خطات ولكن سابقا كانوا لوجبة واحدة الآن هناك وجبة أخرى لمدرسة أخرى معهم فيزاحمونهم بالنسبة للألطن كوبري الوضع للأسف يعني مأساوي من في عدد المدارس نعم يقومون بهدم المدارس على أساس المقاولين طبعا بهدم المدارس لعادة بناءها من جديد يعني إيش قد تكلف للدولة مثلا هذه المبالغ بالتأكيد يعني مكلفة الآن الأسعار كلها مرتفعة خاصة بعد الصعود الارتفاع سعر الدولار في العراق فأصبحت العمليات الإنشائية مكلفة جدا هذا يتحججون بها المقاولين فتلك في تنفيذ المشاريع واضح في جميع المجالات للأسف الشديد نعم ستشالة بالنسبة للجمارك الحدودية من البوابات الحدودية أتممت هذه الجمارك يعني من خلال المتابعة والمراقبة لإدخال المواد واستراد وتصدير المواد إلى العراق كيف أتممت الجمارك الآن هناك زيادة واضحة في الإيرادات العائدة للمنافذ الحدودية من الجمارك وهناك ربما ستكون بعض الاتفاقيات أو القرارات صح التعبير لإلغاء هناك بعض الدول الاتفاقية أو بروتوكولات بين العراق وتلك الدول لإزالة أو التعامل بالقمارك ولكن يجب إعادتها لأنه لأنه الدولة بحاجة إلى إيرادات نعم إيرادات إذا تمت الأتممة هل يتم القضاء على الفساد الإداري والمالي من خلال المنافذ الحدودية بالتأكيد طالما هناك زيادة مضاعفة في الإيرادات فمعناتها هناك أتممة بداية أتممة بالنسبة ل وربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي إلى تأثير مثلا بربط الجمارك بأتممة الجمارك وربطها بنافذة البنك المركزي مثلا بالتأكيد إذا ترتبط بالمنافذ بيع العملة بالبنك المركزي ستكون هناك رقابة واضحة على هذه المنافذ الجماركية نعم سجالة رفع سأر صرف الدولار مثلا من 119 من 120 إلى 145 إلى 149 نعم يعني أكيد أثر على المنتج المحلي مثلا على المنتاج المحلي على الاستراد والتصدير على الحال المعيشي للمواطن مثلا في هذه الموازنة هناك تخصيصات لتعويض بعض القطاعات الخاصة والشركات التي تضرروا من اختلاف سعر الدولار فهناك تعويضات مقرة في الموازنة يعني بأتبارك ست جالة عملت في الرقابة المالية هل من مصلحة البلد رفع السعر صرف الدولار مقابل العملة العراقية مثلا أو رفع السعر صرف العملة العراقية هذا خطأ فادح كان ليس من المعقول رفع سعر الدولار فجأة بنسبة 25% لم يحصل في أي دولة ما حصل في العراق ولكن بعض الدول خاصة دول المجاورة قامت بحثف الأصفار حثف الأصفار أيضا تؤدي لتعويم عملتها مثلا تلك الدول وبالعراق حاليا أعتقد صندوق النقطة الدولة أي إجراءات الحكومية العراقية بالنسبة لرفع السعر رفع السعر صار في الدولار لا أعتقد لا حسب الورقة البيضة وحسب توجهة الحكومة للورقة الإصلاحية مثلا الورقة الإصلاحية هي الحكومة يعني تبادر إلى وجود هذه الورقة الإصلاحية ولكن الشارع الإراقي هل يؤيد هذا هل تم تنفيذ أي فقرة من هذه الورقة الإصلاحية يعني البلد بحاجة إلى محاربة الفساد الإداري والمالي والقضاء على الفساد مثلا كيف يتم القضاء على الفساد من خلال أي باب مثلا الإدارة المالية خطأ النظام الإداري والسياسة المالية في العراق هو خطأ يعني من الأساس من العود السابق كلي هذا إذن الحكومة الحالية ما تتحمل وزر تلك الحكومات التي سبقتها مثلا لماذا لا تغير النظام سياسة المالية شو يعني 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 كبارك عملتي في رقابة المالية يعني نعم من هذا الجانب ده أسألك يعني في هذه الحلقة من قانوراما عبل الموازنة وإقرار الموازنة وشكر موصول للسيد واثق الجبوري مدير دائرة الحماية الاجتماعية في كاركو كان معنا عبر الهاتف في مداخلات هاتفية وشكر موصول لكم الصحة والعافية والحفاظ على صحتكم من جائحة كورونا شكرا وإلى اللقاء